وينضم معنا الكاتب الاقتصادي دكتور عبد الرحمن الربيع دكتور عبد الرحمن بداية مساء الخير وأهلا بك معي في هذه النشرة إذا ما تحدثنا عن هذا المشروع الذي حظيه بموافقة سمو سيدي وليل عدل أمير محمد بن سلمان يعني كيف سيلقي هذا المشروع الوطني بضلاله على تطوير مفهوم صنع في السعودية بداية مساء الخير أخ سالم لك وللأخوة المشاهدين والمشاهدات الحقيقة نهضة المملكة العربية السعودية في قطاع الصناعة مر عليها أكثر من خمسين سنة ومن فضل الله أنه امتازت في الجودة والقبول في السوق السعودي وسوق منطقة الخليج بل السوق العربي بصفة عامة وجود هذا القرار الذي سمو ولي العهد دعم كثيرا النظر الإيجابية إلى الاهتمام في الصناعة السعودية والاهتمام على مرحلتين الاهتمام للداخل لاستخدام المنتجات الصناعية الوطنية نعم في المشاريع والاستهلاك الأسري أو الاستهلاك المحلي لا شك أن الدولة ساهمت في هذا الموضوع مساهمة كبيرة والمرحلة الثانية عفواً دكتور بإنشاء بنك الصادرات الذي قريباً إن شاء الله تم إقراره وقريباً سيعمل هناك كذلك هيئة تطوير الصادرات الوطنية وهي تدعم المصنعين لتسويق بضائهم بالخارج حقيقة ما لوحظ بالفترة الأخيرة من تطور في السنوات المتأخرة الخمسة الأخيرة قوة مشاركة المصانع السعودية في المعارض الخليجية والدولية جميل كم نسعد يا أخ سالم نعم عندما نرى منتجات سعودية تعرض في معارض في ألمانيا وفي أمريكا وفي بريطانيا ويكون لهم قسم وتنظيم واهتمام ورعاية من قبل الحكومة السعودية دكتور عفواً كيف سيكون أيضاً الأثر على أو تبعات هذا المشروع وتطويره على الصادرات غير النفطية كذلك الصادرات كما ذكرت التي تخرج للعالم عن طريق معارض أو عن طريق تسويقه ومستثمرين كذلك في دول كثيرة الحقيقة أنا بودي ألفة نظر أول شيء الصناعة الصناعة لا تعني فقط المنتجات الصناعية مثل الأنابيب أو البلوك أو مثلاً الأسباغ الصناعة حتى صناعة الخدمات حتى صناعة البرامج أي شيء منتج وطني اليوم مثلاً لما ننظر إلى موانئ خدمات موانئ بعض الدول أو خدمات مطارات بعض الدول أصبح تأسس شركات لنقل تجربته فودي الصناعة الوطنية نوسع مدركها جميل بحيث تشمل العديد من الخدمات التي ممكن أن يساهم بها رجل الأعمال السعودي لنقل هذه التجربة والعمل في الخارج حتى يكون لنا سوق ننفتح عليه بدل أن نكون سوق فقط يستقبل المنتجات والخدمات وهذا من فضل الله بمبادرة سمو ولي العهد لدعم صنعة في السعودية والمبادرات التي ذكرتها قبل شوي كالصندوق والهيئة نعم راح إن شاء الله نصل إلى هدفنا جميل ولكن بودي أن ألفت نظر إلى التركيز ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتنمو في مجال تحقيق الصادرات في هذا الجانب دكتور وأريد إجابتك على عجال لم يتبقى لديه الكثير من الوقت لكن عندما ألمح سيدي ولي العهد بأن لا يوجد أي خطوط حمرات تجاه أي اقتراح يقدمه القطاع الخاص هذا يعني أن القطاع الخاص يدعمه سمو سيدي ولي العهد ويحظى بالدعم المباشر دكتور ترجمة نانسي قنقر